أظهرت الفيديوهات التي نشلتها وكالة أسلسلية دي بريسا الطاقم الطبي في أحدى المستشفيات خان يونس يقدم الرعاية على ضوء الهواتف من جهتها كده مدير الطوارئ في مستشفى الناصر في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة إن المنشأة على حافة الهاوية حيث تعمل العديد من الأقسام بدون كهرباء اليوم هو اليوم الثاني عشر من التصعيد نحن في وضع صعب للغاية إنه كارثي إنه فضيع ومروع لا توجد كلمات يمكن أن تصفه في الأيام القليلة الماضية نرسل نداء للمجتمع الإنساني في المستشفى الذي نعمل فيه ليس لديك وقود اليوم صباحا بدأت الحقيقة بالحدوث نحن نعمل مع المريض على أضواء الجوال فقط ينضم إلينا من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشي ومن شمال إسرائيل مراسلة المشهد أحلام أهلا بكما أبدأ معك محمد قبل قليل هناك غارات جديدة أحلى قطاع غزة أين تمركزت هذه الغارات؟ وما آخر التفاصيل لديك؟ مالك غارات الإسرائيلية لازلت متواصلة على غزة ولم تنقطع نهائيا لربما كانت الاستهدفات خلال الساعتين الماضيتين في غرب وشرق مدينة غزة تركزت في منطقة حي الشجعية وحي الزيتون بالإضافة للاستهدفات التي كانت في منطقة غرب غزة في منطقة الشيخ أجلين بالإضافة لطول الشريط الحدودي قبل قليل أيضا كان هناك استهداف في المحافظة الوسطى لشقة سكنية في برج فلسطين كان هناك حديث عن وجود ستة ضحايا نتيجة هذا الاستهداف للشقة سبق ذلك خلال ساعات الفجر استكمال الجيش الإسرائيلي لتدمير 24 برجا سكنيا في منطقة الزهرة وبالتالي هذا المجمع السكني الكبير يكون قد دمر تماما من قبل الطائرات الإسرائيلية وبالتالي شردت أو انضم مئات العائلات لقائمة المشردين لا منازل ولا مأوى لهم بالإضافة لذلك كان اللافت بالأمس مالك استهداف الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق القديمة أو المناطق التي تعتبر قديمة هنا في غزة نتحدث عن استهداف الكنيسة والاستهداف مسجد كاتب ولاية هذه من أقدم المساجد والكنائس التي توجد في الأراضي الفلسطينية ولربما في العالم أيضا كان هناك استهداف للمسجد العمري في منطقة جباليا البلد وهو من المساجد الأثرية هنا في غزة وللتوضيح يوجد مسجدان مسجد العمري في منطقة الساحة وهو قريب جدا من منطقة استهداف الجيش الإسرائيلي للكنيسة ومسجد كاتب ولاية بالأمس وهذا مسجد آخر وتاريخي أيضا على نفس المسمى مسجد العمري ولكن في منطقة جباليا البلد أيضا عدد الضحايا كان فيه خانيونس ارتفع إلى 15 ضحية نتيجة استهداف ستة منازل مجاورة لبعضها البعض هدمت على رؤوس ساكنيها تم انتشال 15 ضحية وجاري العمل حتى هذه اللحظة لانتشال ما تبقى من ضحايا تحت الأنقاض ماذا أيضا عن آخر حصية وزارة الصحة في قطع وهو بالتالي لربما عمل وزارة الصحة في إصدار التحديثات فيما يتعلق بالعمل الصحي خاصة الإحصائيات إذا ما تحدثنا عن الإصابات والأعداد الشهداء فباتت تتأخر كثيرا نظرا للاستهدافات المتواصلة والأعداد التي لا تستطيع وأيضا صعوبة التواصل مع المستشفيات أو المناطق في المحافظات كافة لتستطيع إصدار حصيلة نهائية خلال اليوم ولكن نحن هنا نحاول التوثيق كل منطقة على حدة حتى تصدر الحصيلة النهائية الرسمية من وزارة الصحة أشير هنا طبعا إلى أن اليوم أو بتنا على بعد ساعات من إطفاء مستشفى الشفاء إذا لم يصل إليه الوقود أو المستلزمات الصحية كما شاهدتم قبل قليل مستشفى ناصر هو أحد أربع مستشفيات خرجت عن الخدمة تماما نتحدث هنا عن الخدمة أي الكهرباء نتحدث عن المستلزمات الصحية نتحدث عن الدواء ما يلزم للكادر الطبي حتى يستطيع تقديم الخدمة للجرحة وأيضا للمرضى وبالتالي اليوم سيكون المستشفى الأخير وهي حائط الصد الأخير لربما إن صح التعبير هنا بالنسبة لوزارة الصحة هي مستشفى الشفاء مالك ترجمة نانسي قنقر